أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ومعنا فبلة الشيخ مصطفى البدري أهلا شيخ مصطفى أهلا بك أخو مصطفى أهلا بالإخير الكرام أهلا بك وربنا بارك فيك معنا نرضى حديث واحد إن شاء الله أبدأ في قراءة الحديث ثم الشيخ مصطفى يفصل ويشرح والحديث تحت باب باب من الدين الفرار من الفتن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن فضل الشيخ مصطفى نعم أعوذ بالله استمعنا عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمسلمين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين وبعد اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبا يا رب العالمين حديثنا اليوم حديث مهم يحتاجه كل مسلم ليضبط به الكثير من أمور حياته وكل أمور حياة مرتبطة بالدين البخاري رحمه الله قال باب من الدين الفرار من الفتن قال العلماء يقصد من الإيمان أن الإيمان أن الفرار من الفتن من الإيمان البخاري يريد أن يقول هذا وأن المؤمن حريص على دينه لدرجة أنه يتخلى عن أي شيء من أجل الحفاظ على إيمانه ولا حتى من النقصان يحافظ على إيمانه لا أقول من الزوالب الكلية ولكن يخاف عليه حتى من النقصان وهذا الحديث البخاري يرويه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا أشهر رواة موطأ الإمام مالك رحمه الله وكان من أخير تلاميذ الإمام مالك بل حتى لما كان يسمع مالك بقدومه يقول حضر خير أهل الأرض عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا وكتاب الموطأ مشهور وله روايات كثيرة عن مالك من أهمها وأشهرها وأفضلها رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي الصحابي الحديث هو أبو سعيد الخدري طبعا عبد الله بن مسلمة يروي عن شيخه مالك وهو إمام دار الهجرة الإمام العلم صاحب المذهب الفقهي المعروف الصحابي هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري هذا الصحابي الجليل كان صغيرا يوم أحد وعرض نفسه لدخول المعركة لكن رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه أبوه شارك واستشهد يوم أحد أبوه مالك بن سنان رضي الله عنه وعن ولده استشهد في هذا اليوم لكن ولده الذي هو أبو سعيد قاتل أو شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتي عشرة غزوة روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف حديث ومئة وسبعون حديثا وتوفي بالمدينة سنة أربع وستين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلمي غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني بعض المعاني سريعا يوشك أي من السرعة عندما نقول يوشك فلان أن يصل إذن اقترب جدا وصوله يوشك الحدث الفلان أن يقع يعني اقترب جدا وقوعه فيوشك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن الأمر قريب وسريع جدا وطبعا هذا يعني وارد كثيرا في لسان الشرع حتى قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين والمسافة بينه وبين الساعة كأنها المسافة بين الإصبع السبابة وإصبع الوسطى فتكون المسافة قريبة جدا يوشك أن يكون خير مال المسلم يعني أفضل مال عند المسلم هو أن يكون عنده بعض الغنم التي يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال يبتعد بها عن خلطة الناس يعيش حياته بعيدا عن مخالطة الناس ومواقع القطر أي الأماكن التي ينبت فيها النبات من المطر لماذا يفر بدينه من الفتن أمر الفتنة أمر يشغل بال المسلم كثيرا لأنه ورد في لسان الشرع كثيرا يعني أمر الفتنة ورد في لسان الشرع كثيرا والآيات في هذا فوق الحصر وكذلك الأحاديث حتى إن البخاري عنده في هذا الصحيح كتاب كامل اسمه كتاب الفتن ذكر فيه يعني حوالي 85 حديثا كلها تدور تحت عنوان الفتن وبعد النظر فيه وجد أنه يتكلم في ثلاثة معاني رئيسية المعنى الأول الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ويقاس عليها كل ما يحدث بين المسلمين من صراعات ونزاعات تؤدي إلى أن يقاتل بعضهم بعضا القسم الثاني أو النوع الثاني المتعلق بالحكام وظلمهم وجورهم بالطبع ما لم يبدلوا شرع الله عز وجل أو يتركوا جهاد الكفار النوع الثالث أو القسم الثالث هو الفتن التي تكون بين يدي الساعة الفتن التي تكون بين يدي الساعة الأمور المتسارعة ومنها طبعا فتنة الدجال ومنها فتنة المال وغير ذلك مما ذكره البخاري في صحيحه وبعض العلماء رجع إلى كتاب الله عز وجل واجتهد في جمع ما ورد بخصوص الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى وإن كان اللغويون يقولون إن معنى الفتنة يدور حول الامتحان والابتلاء والاختبار كما يفتن الذهب بأن يوضع في النار يفتن الذهب بأن يوضع في النار أي يختبر هل هو ذهب صحيح أم ذهب مغشوش إذا كان صحيحا فإنه يخرج من النار أكثر لمعانا وإذا كان غير صحيح فإنه يذوب في النار وهؤلاء العلماء الذين اجتهدوا في جمع معاني الفتنة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى إحدى عشرة معنى وهذه المعاني سنمر عليها سريعا لأننا بحاجة إليها لنضبط حالنا كمسلمين مع الفتن يعني هذا الحديث أنا أستغل الفرصة فرصة الكلام عنه للتركيز على أصل مهم وعظيم في حياة العبد وهو الاتزان إذا كنا سنتكلم عن الاتزان ومتى يعتزل ومتى يختلط لأن هذا أمر واضح في الحديث ويحتاجه المسلم ويحتاجه كل واحد مننا في الحقيقة بشكل كبير فحتى نستطيع أن نطبق هذا الحديث وأن نتعامل معه تعاملا صحيحا نحتاج أن نعرف معاني الفتنة كما وردت ومتى أقيس نفسي أنا معرض لهذه الفتنة أو معرض لهذه الفتنة النجاة بهذه الفتنة تكون بالعزلة أو النجاة بهذه الفتنة تكون بالخلطة فكل واحد يقيس نفسه في هذا الأمر وسننقل كلام بعض أهل العلم في مسألة العزلة ومتى تكون هي الأفضل ومتى تكون الخلطة هي الأفضل أولا قالوا من معاني الفتنة في كتاب الله عز وجل الابتلاء والاختبار كما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهذه تكلمنا عنها في سلسلة آية استوقفتني فهل يظن الناس أنهم بمجرد إعلانهم أنهم مؤمنون لا يمتحنون ولا يختبرون ليثبت الصادق على إيمانه ويظهر أمر الكاذب أو المنافق ويفتضح نفاقه المعنى الثاني الصد عن سبيل الله الصد عن سبيل الله كما في قوله تعالى وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذه الآية أيضا تكلمنا عنها في سلسلة آية استوقفتني فهذه معناها يصدوك ويردوك عما أنت عليه من الحق والهدى المعنى الثالث العذاب تأتي كلمة الفتنة ويقصد بها العذاب كما في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعد ما فتنوا هنا أي من بعد ما تعرضوا للعذاب تعرضوا للعذاب عذاب شديد كما حصل في زمن الصحابة ويحصل في الأزمان المتتابعة المتعاقبة ويحصل في زماننا هذا أن يتعرض المؤمن للتعذيب من أجل أن يترك ما هو عليه من الحق المعنى الرابع الشرك والكفر الفتنة تأتي في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن كثير أي شرك وقال الإمام أحمد الفتنة الكفر فهنا مسألة الآية طبعا تتكلم عن علو الكفر وانتشار الكفر وفشو الكفر في الأرض فلذلك شرع الله تبارك وتعالى الجهاد المعنى الخامس الوقوع في المعاصي الوقوع في الذنوب والمعاصي وطبعا قد يصل الأمر إلى درجة النفاق كما في قوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني ولكنكم فتنتم أنفسكم أي عرضتم أنفسكم لمعصية الله تبارك وتعالى ووقعتم فيها حتى وصلتم إلى درجة النفاق عياذا بالله كما هو واضح من السياق في سورة الحديد فالعبد قد يوقع نفسه في المعاصي والذنوب حتى يصل إلى هذه الدرجة الخطيرة التي هي النفاق المعنى السابع الإضلال الإضلال ذكرنا معنى من المعاني متعلق بالكفار وما يفعلونه مع المؤمنين هذا السياق متعلق بأمر الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا ومن يرد الله فتنته من يرد الله أن يضله هذا السياق واحد من يرد الله فتنته أي من يرد الله أن يضله لا يستطيع أحد أن يملك له من أمره شيئا كذلك المعنى الثامن القتل والأسر كما في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي ينتصر عليكم في الحرب فيقتلوكم ويأسروكم المعنى التاسع اختلاف الناس وتفرقهم وعدم اجتماع قلوبهم كما في قوله تعالى ولأوضعوا خلالكم الفتنة أي نشروا الفرقة والضغينة والأحقاد والفساد الذي يسمى فساد ذات البين المعنى العاشر الجنون كما في قوله تعالى بأيكم المفتون بأيكم المفتون أي بمعنى المجنون المعنى الحادي عشر والأخير الإحراق بالنار لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سياق قصة أصحاب الأخدود أنهم ألقوهم في النار الحفظ ابن حجر قال يعرف المعنى المراد بحسب السياق يعرف المعنى المراد بحسب السياق وابن القيم رحمه الله قال الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله وكذلك فتن بعضهم ببعض وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء قال فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب بالخير والشر والنعم والمصائب قال فهذه لون وفتنة المشركين لون هذه الفتنة التي تأتي من الله عز وجل لون والتي تكون من الكفار وأعداء الدين لون آخر قال وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر انتهى كلامه رحمه الله من كتاب زاد المعاد فهذا التصنيف للعلماء مهم جدا لمن ينظر لحاله نظرة إنصاف نظرة تقويم في أي نوع من أنواع البلايا سأقع وأي نوع من أنواع الفتن سيمر به وكيف ينبغي أن يكون حالي عندما أتعرض لمثل هذه الفتن طبعا هذا شق متعلق بلفظ الحديث أنه أن المسلم يفر بدينه من الفتن مسألة الفرار بالدين في شرح الإمام مسلم في شرح الإمام النووي على صحيح البخاري ذكر كلام مهم جدا لا لا على صحيح البخاري هناك شرح للإمام النووي على صحيح البخاري لم يكتمل هو شرح بدء الوحي وكتاب الإيمان وتوفي رحمه الله ولم يكمل هذا الكتاب لو كان خرج كان سيكون يعني عملا عظيما جدا وبالطبع العمل الآخر الذي لم يكتمل هو شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي على صحيح البخاري أشهر شرح معروف أنه شرح الحافظ ابن حجر لكن الحافظ ابن رجب له شرح لم يكتمل والإمام النووي له شرح كذلك على صحيح البخاري لم يكتمل في شرحه لهذا الحديث قال رحمه الله وفي الحديث فوائد كثيرة منها فضل العزلة في أيام الفتن إذن نحتاج أن ننظر أي نوع من أنواع الفتن موجود وظاهر ويخصني حتى أقوم نفسي وأعالج نفسي بشكل صحيح قال فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة قد يكون عند الإنسان قدرة ليس فقط على مقاومة الفتنة لا بل حتى على إزالتها قال فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان وأما في غير أيام الفتنة يعني هنا تكلم عن مسألة العزلة في أيام الفتنة الأفضل فيها أن يعتزل العبد إلا أن يكون قادرا على مواجهة هذه الفتنة وإزالتها طيب إذا لم يكن في أيام الفتنة وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل فمذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة أكثر أهل العلم على تفضيل الخلطة قال لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاج وحضور جماعتهم وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد فإن كان صاحب علم ونحو ذلك تأكد فضل اختلاطه يعني في الجملة هذا يصلح لكل الناس لكن إن كان صاحب علم وتأثير تأكد ذلك في حقه قال وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي يعني إذن الإنسان إذا اختلط في غير الفتن بالناس وغلب عليه أنه سيقع في المعاصي والذنوب وسوف قد يحدث لا وشيء هذا يعني يجوز له العزلة و يعني أن يبتعد عن الناس نعم لذلك الحافظ بن حجر عقب على كلام الإمام النووي قال إن الضابط فيها يختلف من إنسان لآخر فقد يكون في حق هذا الإنسان الخلطة أفضل لأنه مؤثر لأنه فاعل وقد تكون العزلة في حق آخر أفضل لأنه متأثر لأنه هو الذي يتشرب من غيره ويتأثر بالأحداث التي تكون حوله طبعا كلام الإمام النووي هذا والكلام الذي ذكرته في البداية يقودنا إلى كلام مهم ذكره الإمام بن القيم في كتابه الرائع مدارج السالكين ببيان منازل السائرين في شرح إياك نعبد وإياك نستعين قال إذا أصناف الناس أو أن الناس اختلفوا في أفضل أنواع العبادة عندهم أربعة أصناف في ذلك قال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس هذا فريق قال كلما كانت العبادة شقة على النفس كلما كان أفضل فريق الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد يعني أشبه بالعزلة والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها وهؤلاء قالوا أن العبد كلما كان مع نفسه كلما استطاع أن يستجمع قلبه وكلما كانت علاقته بالله أقوى وهكذا هذا قريب من معنى العزلة أو الخلوة قال الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد ما كان فيها نفع ما كان في هذه العبادة نفع يتعدى إلى الآخرين فرأوه أفضل من العبادة ذي النفع القاصر إذن هؤلاء يخالفون الفريق الثاني ويقولون إن الخلطة تكون أفضل لأنك تستطيع أن تؤثر في الناس ثم ذكر الصنف الرابع وهو الأهم الذي نريد التأكيد عليه قال والصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ثم راح يفصل قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صيام الليل وصيام من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرد لأن صلاة المعارك أو صلاة الخوف كما يسمونها لها صفة خاصة قد تكون أقل من صلاة الفريضة في الوقت العادي فهو هنا يقول أن الجهاد يكون أولى في وقت تعين الجهاد قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب إذن لا يسوغ العبد أن يأتيه ضيف فأقول له يعني عندي الورد ورد القرآن سأنتهي منه وآتي أحضر معك أو عندي ورد الدعاء سأحضر معك الآن الضيف بيأتي والشخص بيقعد يلعب في التليفون وكل واحد آه طبعا هذه هي جريمة في الحقيقة يعني إذا كانوا يقولون إن إكرام الضيف أولى من العبادات الخاصة أولى من العبادات التي يفعلها العبد بينه وبين ربه التي تحتاج إلى خلوة فكيف بأن يكون الضيف عندك وأنت منشغل بالهاتف ومنشغل بشيء فيه من الله واللعب ما فيه هذا لا ينبغي أبدا بل حتى إن كان عندك شغل إما أن تستقبله وتتخلى عن شغلك في هذا الوقت وإما أن تعتذر له وتقول والله هذا الوقت عندي شغل ولا أستطيع أن أستقبلك والله تبارك وتعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يعني إذا قال هذا الوقت غير مناسب للزيارة فلا أستطيع استقبلك كان أكرم من أن يستقبله ثم ينشغل عنه بشغله ثم ينشغل عنه بأمور مهمة فكيف إذا كان بأمور فيها له ولعب وغير ذلك قال والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده يعني لو كان قرآن أو كان دعاء أو كان ذكر أو كان غير ذلك يترك كل هذا ويشتغل بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال لاشتغال بمساعدته وإغاثة لفته وإيثار ذلك كله على أورادك وخلوتك والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره وهكذا والأفضل وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع في الدعاء وهكذا والأفضل في أيام عشر الحجة الإكتر من التعبد والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والاعتكاف يعني ظل ابن القيم يذكر الأفضل في كل حالة ثم قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد أما صاحب التعبد المطلق فليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها هنا طبعا يعني أكمل الكلام أنا أحيل أي يعني من يستمعوني الآن أن يرجعوا كلام ابن القيم في مدارج السلكين في عنوان أفضل العبادة وهو في القسم الأول في بدايات الكتاب يعني حتى لأن اختلاف الطبعات قد يؤثر لكن في الأقسام الأولى سيجدون هذا الكلام وهذا الكلام يفيدنا في المعنى الذي نريده التوازن الشرع في كثير من التوجيهات سواء كانت في القرآن أو في السنة علمنا التوازن لذلك ننظر هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال العبد إذن هذا ليس موجودا في وقت الصحابة يعني الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا لو كانوا يفعلون هذا لما قال يوشك أن يكون إذن فكان حال الصحابة هنا هو التأثير والفعل الخارجي لذلك هناك كتاب جميل جدا للشيخ سلمان العودة فك الله أسره اسمه العزلة والخلطة هذا الكتاب طبعا هناك كتاب قديم للإمام الخطابي رحمه الله وراضي عنه لكن كتاب الشيخ سلمان العودة بلغة العصر نستطيع أن نستفيد منه بلغة العصر تكلم في هذا الموضوع كلاما مهما جدا حيث قال إن الحكمة وضع الشيء في موضعه أولا الصحابة كانوا يعيشون غربة شديدة جدا وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كيف تفاعل مع هذه الغربة هل رضوا بها هل تعايشوا معها هل تأقلموا لا دافعوها حتى أزالوها هنا لذلك هو طبعا كتب أربع رسائل متصلة بعنوان رسائل الغربة في أربع أجزاء رسائل الغربة كانت الأخيرة منها رسالة العزلة والخلطة هذه في الأجزاء الأولى سم أحدها الغرباء الأولون الغرباء الأولون من هم الصحابة كانوا الغرباء لكنهم عملوا على إزالة هذه الغربة وبفضل الله أزالوها الذي سيأتي بعدهم لأن بعض الناس يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء ويقف مع أن الحديث مقية من هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس فلماذا نترك بقية الحديث فهو الشيخ سلمان فك الله أسره قال فكما أزال الأولون الغربة بالتفاعل مع الواقع تفاعلا مؤثرا ينبغي على الأجيال اللاحقة التي ستأتي أن تقوم بنفس الدور لا نرضى بالغربة ونقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيعود غريبا كما بدأ إذن عادت الغربة وطوبة للغرباء ما المقصود بطوبة الغرباء أن نبقى غرباء لا طوبة للغرباء الذين تمسكوا رغم الشعور بالغربة رغم أنهم كل في الناس لكن كما في بقية الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس فهذا لا يكون إلا بالخلطة هذا لا يكون إلا بالتواجد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ويحملون على هذا المعنى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي المؤمن القوي في مواجهة الفتن المؤمن القوي الإيمان المؤمن القوي إذا خالط الناس كان مؤثرا لم يكن متأثرا وهكذا فهنا تكتمل المنظومة الشرعية عندما أكون ضعيفا متأثرا والأحداث حولي تضرني فالأولى لآن ذاك أن أعتزل كما في حديث الرجل الذي قتل التسعة والتسعين نفسا العالم قال له اترك الأرض التي أنت فيها واذهب إلى أرض كذا وكذا لماذا يترك الأرض الذي هو فيها لو بقي فيها سيقتل أكثر هذه الأرض سوء بقاؤك فيها مضر هنا يشرع لك أن تترك هذا المكان فإما أن تجد آخرين أفضل حالا تختلط بهم فتستفيد منهم وإما أن لا تجد فالأولى لك آنذاك أن تعتزل شريطة كما ذكر الإمام النووي شريطة أن تكون عالما بما أنت مكلف به عندك الحد الأدنى من العلم الذي يعينك على أداء العبادات التي أنت مكلف بها أمام الله تبارك وتعالى والمسلم يختلف حاله يعني ليس على حال ثابتة ممكن يكون اليوم ضعيفا بسبب حالة نفسية بسبب جهل بسبب شيء عارض فيفضل له العزلة لكن غدا استطاع أن يتغلب على حالته النفسية استطاع أن يتعلم استطاع أن يتغير بحيث يكون مؤثرا أكثر هنا يختلف حاله بعدما كان الأفضل في حقه هو العزلة يصير الأفضل في حقه هو الخلطة وهكذا حتى يأتي الزمان الذي هو قبل قيام الساعة ويكون المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن في هذا الزمان سيظهر أناس مجاهدون في آخر الزمان هؤلاء يقاتلون حتى كما أخبر عليه الصلاة والسلام حتى يقاتل آخرهم الدجال بعدما ينتهي هذا الحال ويشعر المرء أنه بإيمانه لا يستطيع أن يعيش وسط الناس بعبادته لا يستطيع أن يعيش وسط الناس بالبعد عن المعاصي لا يستطيع أن يعيش وسط الناس هنا يشرع له أن يعتزل حتى يلقى الله على ذلك لماذا قالوا هذا قالوا لأن الأحاديث الواردة في معاني العزلة لا نستطيع أن نغفلها لا نستطيع أن نتركها يعني بشكل كامل يكون التوفيق إذن أن يوضع كل نص في مكانه الصحيح سواء بالزمن المتعلق به أو بالشخص الذي يتنزل عليه هذا الحكم الموجود في هذا النص والله تعالى أعلى وأعلم يعني نكتفي بهذا القدر أظننا يعني وفينا الحديث بكل ما يحتاج إليه من معاني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إذا كان هناك أسئلة في المعاني التي كنا نتكلم عنها نجيب إن كان خارجها نرجعها إلى وقت آخر بإذن الله عز وجل من ضمن التعليقات إذا كنت مؤثرا فلك الخلطة نعم فالأفضل لك وإذا كنت متأثرا فعليك بالعزلة هكذا يعني نعم إحدى الأخوات أو الإخوة لكن مع ذلك لا ترضى أن تبقى متأثرا على الدوام حاول أن تغير حالك كما ذكرنا في النهاية إذا كنت جاهلا تعلم حتى تستطيع أن تؤثر إذا كنت ضعيفا تقوى حتى تستطيع أن تؤثر وهكذا لكن لا ترضى بأن تكون دائما متأثرا نعم وبالنسبة للحديث طوبة للغرباء أنا فتحت يعني كنت سمعت قديما أن الإمام بن القيم يعني فصل في هذا الحديث وجاء بجميع طرق الحديث فقال من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس يصلحون إذا فسد الناس والأخرى يصلحون ما أفسد الناس نعم وقال الذين يزيدون إذا نقص الناس وأيضا الذين يزيدون وفسر ذلك الذين يعني يزيدون من الخير وإيمانا وطقا إذا نقص الناس وفي حديث آخر قيل النزاع من القبائل وفي حديث آخر نعم قيل ناس صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم وسبحان الله يعني قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة عليه السلام الذين يحيون سنتي ويعلمونها للناس إذن الغربة ليست معناها أنا بس حبيت لا نذهب لأن بعض الناس بيعتقدوا أنه أنا غريب فأنا خلاص كده نام على كده لا الغربة تقتضي منك العمل والتبليغ الدين وتعليم السنة كما في روايات هذا الحديث آخر رواية هي أعتقد قوية جدا الذين يحيون سنتي ويعلمونها مات الناس من سنتي نعم فهذا باختصار بعض الإخوة ما فيش طيب هل التمسك بالجماعة ينافي العزلة في وقت الفتن نسائم العلا يسأل التمسك بالجماعة ينافي العزلة في وقت الفتن التمسك بالجماعة لو اعتزلت شيخ مصطفى أنا مثلا عندي فتنة حوالي فاعتزلت في بيتي لا أختلط بالنس وبالتالي أنا لن أستطيع لن أكون ضمن الجماعة المسلمين المساجد والحركة وكذا يعني هكذا شوف يعني إذا أنا عندي بعض الأصدقاء الذين نجتمع على طاعة الله عز وجل ويذكر بعضنا وبعضا ونأمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر وهكذا فالخلطة بهؤلاء أمر مهم حتى في وقت الفتن حتى في زمن الفتن يعني لا أعتزل هؤلاء أعتزل غيرهم أعتزل الأماكن الأخرى تمام يعني أنا كنت حريصا جدا على التأكيد على معنى التوازن بحيث لا يكون هناك اختراط على الدوام ولا تكون هناك عزلة على الدوام لا متى كانت الخلطة أفضل لي فعلت ومتى كانت العزلة أفضل لي فعلت وهكذا وأنا أقيس خطوة بخطوة زيادة إيماني ونقصانه إذا كان هذا الحال يزيد إيماني إذن أستمر إذا كان هذا الحال ينقص إيماني أغير وهكذا وهذا ما ذكره ابن القيم في آخر كلامه أن يضع الشيء في موضعه الصحيح فضل هذا في معنى أنه كثير من الناس مثلا الآن يعيشون مثلا في الدول الغربية ويغلب على المجتمع الفتنة والحرام والزنا والخمور والشذذ ففي هذه الحالة لو إنسان اعتزل هذا المجتمع ويعني جلس في بيته وفقط يخرج إلى عمله بالكاد وكذا ولا يخالط الناس هذا يكون أفضل له لا يعرض نفسه للفتن ويقول أنا رايح أدعوهم للإسلام وممكن هو نفسه يسقط هو يترك هو الإسلام والإنسان الذي يرى مجتمعا يغلب عليه أهل الحق أو الناس الخير لسه فيه أمر معروف ناع المنكر ويمكن أن يصلح هذا الواقع المرير فهو الأفضل له إن رأى ذلك أنه يصلح هذا الواقع أفضل له هكذا هذا ما فهمت كل واحد حسب حاله يعني يقيس حاله بميزان حساس ويتحسس خطى قدمه قبل أن يضعها لدرجة أن الخلطة تهلك ولا يتوسع في هذا لدرجة أن العزلة كذلك تهلك أنا يعني أعرف صديقا اعتمد مذهب العزلة هذا حتى مات مات ظن منه أن الخلوة والوحدة والانفراد سيقوي إيمانه وسيزيد علاقته بالله تبارك وتعالى حتى أغلق على نفسه الباب لا يأكل ولا يشرب ما استطاع أحد أن يفعل له شيئا حتى فوجئ بأنه ميت يعني أنا لا أذكر ذلك مبلغة هذا عيشته بنفسي والله وكذلك لا أذكره نعم وكذلك لا أذكره من أجل التنفير لا المسلم كمسألة الخوف والرجاء هو يحتاج للأمرين يحتاج للموازنة هكذا يزيد هذا عند الحاجة إليه ويزيد هذا عند الحاجة إليه لكن لا يترك حالا واحدا يسيطر عليه حتى يهلكه هذا لو كلامك ده على واحد الوحد ولو واحد مع أسرة ذا قصة أخرى نعم في واحد صديقنا نسى الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمه وأطلب منكم الشيخ مصطفى وكل الإخوة الدعاء له بالرحمة صديق عراقي كان أيضا يعيش في عزلة وحده في شقة وبلغني أنه يعني ناس يعني استغيبوه فترة طويلة وبدأوا يشموا رائحة من من شقته فمات يعني في المنزل حتى يعني انتفخت الوثة رحمة الله عليه وهو يعني كان أحد الشباب المتمسكين بدينهم وكان خاف جدا من الفتن فأرجو أن الإخوة تاخد بالها من حتة العزلة ليس معناها أنك تعيش لوحدك كده في مكان وما حد يعرف عنك شيء على الأقل يكون لك صديق أو أسرة أو أحد دائما يعلم أخبارك عشان بس الحتة دي ما تتقررش تاني مع الناس طبعا ونفهم أن العزلة حال اضطرار يسعى المؤمن دائما لتغييره يعني إن فرض عليه بسبب واقع سيء هو لا يرضى به ولا يستقر له القرار إنما قراره دائما في مجاهدة أعداء الله ودعوة العصاة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنيع على المنكر وهكذا يعني هذه حياة المؤمن ونشاطه لكن كل بحسبه وبحسب ما يجد قلبه وأحيانا يكون الأفضل بل الواجب على العبد أن يخلو بنفسه في أوقات العبادة الخاصة أن يؤديه بينه وبين يده ربي أن يكون الدعاء والبكاء والخشوع والضراعة وهذه المعاني تكون أكثر بين العبد وبين ربه في حال عزلة وانفراد وهكذا الأمر يحتاج إلى موازنة أنا حبيت أذكر هذه القصة لأن أنا فعلا تأثرت بها وأحببت أن أنبه على هذا المعنى لأنه يعني على الأقل الإنسان فعلا إذا كان معتزل أن يبلغ أحدا أو يبحث عن رفقة طيبة أو يبحث عن شخص يشبهه في هذه العزلة يعني هكذا لا يعيش وحده هكذا لأنه أصلا الإنسان يعيش وحده هي مدعاء أصلا للوقوع في المعصية وكذا وإنما صحيح من الغنم القاصية جزاكم الله أحلام شكرا بنابارك فيك بنابارك فيك وإنزلتك خير على هذه الحلقة وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من سلسلة شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس القادم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة سبحانك اللهم بحمدك أشهد وإلى الله أن تستغير وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة